افلام رزد انت ايفل لازالت تعاني من الكثير من الخرابيط المتراكمة فوق بعض ويقولك انه سوني خافه من مايكروسوفت اقولكم في حلقة ليش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم احمد بن محفوظ وبخصوص جهاز الاكس بوكس 1 اس الاثنين تيرا يقولك الحين ان مايكروسوفت يقولون ايش يقولون انه الجهاز هذا خلص من الاسواك ما عاد فيه بح والخبر المحزن يمكن يكون بالنسبة لك هو انه مايكروسوفت ما يخططون قبل انه يقومون جهاز ثاني اثنين تيرا الا في بندل جيرز اوف وور فور هنا الطريق البحيدة ممكن تحصو فيها الجهاز اثنين تيرا اذا انت ما هي فارقة معك المساحة فسوف تكونوا سعيدا جدا عندما تعلم انه رح يكون فيه جهاز اكس بوكس 1 اس بمساحة واحد تيرا ومساحة خمسمائة جيجا رح تكون متوفرة في الاسواق سوني اعلن عن حدث اسمه بلاي ستيشن ميتنج يوم 7 سبتمبر اكيد في هذا الايفنت رح نشوف جهاز بلاي ستيشن 4 نيو وش جهاز بلاي ستيشن 4 نيو اللي يفترض لهو النسخة المطورة من جهاز بلاي ستيشن 4 لما تقول لي احمد نسخة مطورة من جهاز بلاي ستيشن 4 يعني بتقدم لي ايش اكيد رح تقدم لك قدرات رسومية افضل يعني ممكن تحسن شكل الالعاب الموجود الحالي لو بشكل بسيط بلضافة واقع انها تشغل 4K افلاو مش هاي كذا كما رح تكون تعاملها مع الخوذة افضل من جهاز بلاي ستيشن 4 الموجود حاليا وكمان قدرات الجهاز يقول لك ايش انه طوروها عن المفروض انها كانت تعلن جمناتي ملاخبطة صح؟ اوكي بعيد ترتيب العبارة هذه عشان تفهمونها صح كان المفروض انه سوني تعلن عن جهاز بلاي ستيشن 4 نيو في اي 3 الماضي لكن كنسلوا هذا الشيء والسبب هو مايكروسوفت المقارنة عن جهاز الاكس بوكس سكوربيو واللي رح ينزل للسنة الجاية لانه سكوربيو رح يكون شيء جدا خارق جدا قوي فيقول لك انه سوني عرفوا ان الجهاز ما رح يقدر ينافس سكوربيو فاجروا الاعلان عنا شهرين ثلاثة بحيث انهم يعيدون ترتيب وراغهم ويخلون افضل ما ادري اذا رح يكون اقوى من سكوربيو لكن على اقل ممكن يكون قريب منه فكذا يصير الموضوع انه ما يفشل بالنسبة لهم فعشان كذا يقول لكم ان سونيا ليش اجلوا الاعلان عن جهاز بلاي سيشن فور سكوربيو بلاي سيشن فور نيو بسبب خوفه من اكس بوكس سكوربيو حسكم ما فهمتو شيء وعلى فكرة الحدث هذا لا تشيلها منك ما تقدر تشوفه وتستنى تغطيات وكذا ترى يتم نقلة بشكل مباشر بإذن الله تعالى استنوا يجي وقتها ورح اشارككم الرباط بإذن الله ألعاب الرعب من المطورين مستقلين صيرة مرة كثيرة وهنا شايفين لعبة اسمها تايلر ممطور مستقل حتى لعبتها هذه مالها موعد اطلاق حتى الآن لكن للأمانة جذبتني شوي كان فيها كم حركة حلوة يعني اللعبة طبعا اللعبة أكيد انها منظور الشخص الأول يعني ان تمشي كده وفجأة تطلع لك واحدة كده تخوف لكن الواحدة اللي تخوف هنا بصراحة فيه لها كم لقطة كده وهي جاية عليه كانت تخوف وفيه لقطة لها وهي تطلع عليكم من دور الثاني اللي مرة ما ذكرني بلعبة ثانية يعني صار فيها هذا الحركة أنا واحدة تطلع عليكم وفوق لكن على كل حال مبدئيا من اللي شفت بس صح ذكرت فيه لقطة اللي كان فيها ماسك شيك أنا مايكروفون ترمائدلي وشو هذا صدك يعني مايك تسمع صوات مثلا ولا وشو هذا جد ترمائدلي فعلموني فكرة القصر بشكل عام أبوين ظاهر انتحروا في بيت وسحبوا على بنتهم وبنتهم جاءت بعد عشرين سنة تبقى تحقق في الجريمة وتحصل لها وحشة في البيت وحشة عجوزة تخفوفهم فنشوف لما تنزلوا كده ويمكن نعبه في مي جيمي واتش وعلى الطريق مي جيمي واتش لا تنسوا تشتركون في القناة يعني محتاجين دعمكم صراحة لازلنا في بداية المشوار كده وخاص الحين انتزمنا لفترة طوية لك التسحب الحين خاص انتزمت صارت تقريب تنزل فيديوهات يوم بعد يوم بشكل تقريبي كده ومستمرة الحمد الله اعطونا سبسكرايب اعطونا اللايكات نبغى نشوف التعليقات اقتراحاتكم كيف ممكن نطور القناة كمان بشكل افضل وعلى طاري المبيعات والاشياء هذي كده والارباح وكده ترى في فيلم ريزدنت ايفل تريلر الحين لقانال اللي هو يقولك عنوان الجزء هذا للفيلم ايش The final chapter يعني فصل اخير من الفيلم هذا والله الحمد اخيرا من خلص من الخنبق المتراكمة الخربيط هذي كلها تريلر يعني ويش اقول موش اقول موش اقول اصدقائي فيلم ريزدنت ايفل ما لا دخل لالعاب كده خربيط حرفيا ماشي الف حطي الكاغنية حتى ما تمشي مع هذا المودعي جول الامريكان في افلام الرعب كده اللي مدري كيف تلعب اللعب كده تحسها تخوف كده لها ثق لها ومان عارف ايش ومان عارف ايش ومان عارف ايش احتمال نشوف ريزدنت ايفل 2 ريميك في معرض توكيو القادم اللي هو رح كون تقريبا الشهر الجاي وشي زي كده ما رح شوف يعني كشف اللعب رح شوف عرض تشويقي طيب بس ما عدي اهراضي بايش اي 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 ريميك جزء الثاني العرض التشويقي هذا ليش وش الفكرة ان برد اه 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 وش الفرق انه وش الفكرة انه عرض تشويقي ومش اه اش اسمه اه اه تريلر كامل او شي زي كده لذا انهم ميبغونو يخربونعذا انه ريزدنت ايفل 7 اللي رح شوف ببهنه لاتعالا بداية 2017 فشي تشويقي مهنه بعيني راكسونعي ريزدنت ايفل 7 بعدما تنزل ريزدنت ايفل 7 يورونة باقي ريزدنت ايفل 2 هذا كان كل شي عنددي اليوم انشاء اللي يكونوا يكونوا كفيتوا ووفيتوا تنسوا لايك سبسكرايب شير لاشتلك اللي كمعاكم عالم الخبت سبحانك الله يحمدك أشنو لا إله الان استغفركم اتوب إليك السلام عليكم